فوتو إيه؟ فوتو ستوب يعني نقطة من أول السطر هذه الأعمال الدرامية وغيرها ربما لن يكون بوسع صناعها في الفترة القادمة أن يختاروا موضعاتها كما يريدون فقد أعلنت لجنة الدراما التي شكلها المجلس الأعلى للإعلام اعتزامها تقديم قائمة استرشادية بأولويات المحتوى الدرامي وقالت إن الهدف هو خدمة المجتمع وقضايا لكن جبهة الإبداع التي تضم رموز الفن والثقافة في مصر رفضت بشدة ما أعلنته لجنة الدراما وأكدت أنه يشكل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير ويقود من تعددية المشهد الفني في مصر تقوم هذه اللجنة بالوصاية على المجتمع وعلى المبدع بأنها تحدد له إيه يشتغل عليه وإيه ما يشتغلش عليه ده شيء خطير في الحقيقة أو سابقة خطيرة يجب أن ننتبه لها ويجب أن نتوقف معها السينمائيين شافوا أنه ده شيء مخيف رغم أنه يتكلم عن الدراما التلفزيونية ولكن نحن نتكلم عن فكرة حرية الإبداع بشكل عام كان المجلس الأعلى للإعلام قد شكل لجنة الدراما في ديسمبر كانون أول الماضي وقال إن ذلك بهدف تطوير الدراما ووضع قواعدة ومعايير لها وحاول المجلس تهدئة مخاوف كثير من الفنانين والمثقفين بالتأكيد أن اللجنة ليست عصى السلطة وأنها تقدم توصيات لا تقيد الحريات نافيا وجود أي دور رقابي لها حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى للإعلام قال إن البلاد تقود حربا ضد الإرهاب والأعمال الدرامية الموجودة لا تعبر عن هذا الواقع هذا الخلاف انتقل بدوره إلى الشارع حيث يرى البعض أن الخريطة الدرامية تتضمن أعمالا بها الكثير من الابتذال تتطلب تدخل الدولة فيما يرى آخرون أن الحل هو تقديم مسلسلات تعالج موضوعات تجذب الناس إليها بعيدا عن أي تدخل اللهي الناس عايزة الواقع وما نفعش أن نحجر على رأي الكاتب أو اللي بيكتب المسلسل أو كلام ده كله شاف أن فيه خروج عن النص كتير ولازم يحجموا منها يعني رغم أن اللياحة التي وضعتها لجنة الدراما تعتبر استرشادية إلا أنها أثرت جدلا بين من يعتبرها توجه الأعمال من أجل مواجهة الإرهاب وخدمة التنمية ومن يراها أنها تقود فكرة تعددية المشهد الفني في مصر محمد عبدالله الحرة على القاهرة ترجمة نانسي قنقر